في الحقيقة نقطة جيدة تحس لتنين كانوا مبسوطين فيها الفيصلي مسك الكرة أكثر في شوت الأول ووضع الكرة أخذ منطقة جزاء لكن الاتحاد حصل ربما الملاحظة وأربع نقاط تتذكر أبو جد لما تكلمنا عن معركة الهبوط تكلمنا المبارتين الجايات كانوا خطيرات على الاتحاد لأنه يلعب فعليا مع فريق ممتاز ككرة قدم الاتفاق والفيصلي المنافس على مقعد آسيوي فأربع نقاط بهذه المبارتين شيء كبير كثير للاتحاد شوت جيد لكن غير حاسم للبقاء بس فيه شغلة مهمة اللي حطها في الاتحاد اليوم أعتقد الجميع شافها في مسألة خط الهجوم يعني تقريبا ولا لاعب يقدر يلقى لاعب آخر طوال المباراة يعني شيء طبيعي يجي الهدف التعادل مش من هجم مفتوح على هذا الفريق فيه شيء خطأ غريب في مركز اللاعبين كأنهم بتحركوا بشكل خاطئ يعني اللاعب مع الكرة الجميع يتحرك بشكل غلط بحيث يقضي على خياراته بالتمرير فطبيعي الاتحاد ما يقدر يوصل الكرة في المناطق الخطرة أكثر مرة شفنا المولد لوحده في مناطق بعيدة يعني طبيعي أنه ما هيقدر يعمل شيء الفريق محتاج الشغل كثير بس هسا الآن طبعا هذا كله للموسم الجاي الآن كله مطلوب نقطة هون ولا نقطة هون استراتيجية الاتحاد في آخر مبارتين جيدة جدا يلعب على أنه الأهم شيء النقاط بعدين بتفاهم على مسألة أنه الاتحاد كان يقدم كرة جميلة وكرة هجومية وكرة حلوة هذا في المستقبل لكن على الظروف الحالية النفسية أول شيء والرياضية تحت الفريق عمل اللي عليه أخذ نقطة نقطة مهمة جدا بتريحه حتى الفيصل أخذ نقطة شوي بتساعده في صراعه الآسيوي روما كيف شايفه؟ والله ما مش عارف أنا أعتقد عنده كثير أحسن كثير أحسن يعني اليوم بالتحرك كان صادمني يعني بعض الأحيان بتحس العيبة مش شايفين بعض كلهم يعني في خط الهجوم بتحركوا بدون ما يشوف وين زميلوا واقف يعني لو في لقطات من المباراة أكثر من خمس أو ست مرات بيكونوا اللعبين كأنهم مواقفين جنب بعض هذا شيء خطأ يعني ما بعرف أنا وين دور المدرب في الموضوع بس المنظومة كلها هجوميا ما بتخدم أي حد ترجمة نانسي قنقر